السلام عليكم متل ما شايفين عندي هون زيتون ان شاء الله اليوم بدي اعمل الزيتون بدنا هلا اندقوا كل اياتو ونعملوا ونحليه ونرجع نكبسوا بطريقة سهلة وبطريقة طبعا سريعة لتحليه في كذا طريقة طبعا رح علمكم عليها لنقدر طبعا نرص الزيتون بطريقة سهلة وبطريقة سريعة في كذا طريقة انتو طبعا بتختاروا الطريقة اللي انتو بتحبوا اسمن الله هالزيتون بيجننوا ليكوا صغار وبلديات وجايين من حاسبية هالبلد الطيبة اللي فيها الزيتون بيجي غير شكل بالبداية عندي هالزيتونات انا في كذا طريقة الطريقة الاولى انه مندق او منرص الزيتون حبي حبي حص حص متل ما شيفين وفيه مكانات خاصة لرص الزيتون طيب اللي ما عنده زيت ما عنده مكاني خاصة شو بيعمل فيه طرق بداية طرق اه 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 الدق العادي وايضا اه في منهم بياخدوا الزيتون وبيعملوه بهايد الطريقة ليدهر منه لمرورة بس هيد الطريقة كتير صعبة خاصة اذا كنا عم نحكي نحن بمثلا اه 10 كيلو زيتون او حتى 15 كيلو زيتون لانه اوقات 6 البات لايك كل مرورة كتير عم تطلع لانه اوقات 6 البات بيكون عائلتها كتير كبيرة اكتر من 12 فارد فبتضطر انه تجيب زيتون بكميات كتير كبيرة اه وترصهم وهيدا الموضوع كتير مطحب اه في كذا طريقة متل ما ذكرت هيدا هود الطرق اه اه لحتى طبعا اه نعملون في طريقة كتير سهلي يلي هي انا باعتمدها لحتى خلص الزيتون بطريقة كتير كتير سريعة قد ما كانت الكمية عندي بخلصهم بسرعة بجيب كيس متل ما شايفين اه بحط الزيتون بقلبه بحط مثلا اه عكشة زيتون راح نشيل شوي ونحطن على سبيل الفرضية متل ما شايفين منسكر الكيس به راح نشيلهو عجنب منسكر الكيس ومنجيب اه حنسكره هيك ومنجيب دماء كبيرة دماء اللحمة او اه ايام دقة موجودة عندكم بالبيت بنعملون بهيدا الطريقة اه متل ما شايفين ومنجيبون ومندقهم بهيدا الشكل انا هيك هاي الطريقة اللي باعتمدها هاي طريقة سريعة وبسرعة صراحة بتخلص مع الزيتون قد ما كانوا كتير كلياتي كتير عندي فبيخلصوا بهيدا الطريقة واليوم كامل راح اعلمكن على اه طريقة ان كيف بيكبس الزيتون اه بطريقة البيضة راح تعجبكن هون انا الزيتونات جاهزوا وهلا راح بلش بنقع الزيتون لحتى حليه لمدة يومين بيحلق بتقدروا تاكلوه مباشرة هلا راح اعملهم كلياتي انا الزيتونات اه ان شاء الله تعجبكن طريقتي وتتعلموها واكيد في ناس كتير بيعرفوا اه طرق كتير للزيتون عندي هون الزيتون طبعا متل ما شايفين انا كلياتو عملته ما شاء الله خلص هلا بدي بلش بتحليته كيف منحل الزيتون لانقدر ناكله بطريقة سريعة طبعا الزيتون فيقلو عدة طرق اه بيحلو الزيتون بالملح ويملحو الزيتون اليوم انا بدي اه حل الزيتون بالماء اه اول بداية راح نعمل هيك لانشيل المرورة الاول المرورة بيطلع عنا زوم كتير ميت الماء الميت المرورة لتطلع كتير غامقة بدي قول شغلة كتير مهمة وقت بدنا نعمل الزيتون مفروض انه نلبس كفوف بدينا او جوانتي لانده بيدبغوا دينا بيصيروا دينا لون خاصة بين الاصابع بيصيروا كتير صود وبياخدوا فترة لحتى يروحوا فانا هون عم نوه لهيدا الموضوع لانه موضوع كتير مهم اه فابنصحكم طبعا تلبسوا جوانتي او كفوف خاصة بديكن هون احنا بلشنا نحلي الزيتون اه طبعا مش على فترة واحدة انا كل ساعتين بحط الزيتون بيجات وكل ساعتين بكب الماي وبرجع بعب بلايكل مرورة هيكل مرورة كل ساعتين بعب الماي بنقع للزيتونات بالماي وبرجع برميهن كل ساعتين يعني بده شوية تكون اللي ست عنده شوية جلادي لحتى تعمل هيدا الموضوع واكيد عنده لانه الام بقلب البيت بهمه كتير انه تهتم بالموني وهيدي اسرع طريقة لحتى يحلى عنا الزيتون كل ساعتين نشيل الماي ونرميهن لمدة يومين صدقوني بيطلع حلو كتير الزيتون هون طبعا بعد ما خلصتون هون عم بحكيكم بعد يومين كل ساعتين شيلو كب الماي هوني النهاية انا هون هلأ عم غسلو كتير منيح لانه هلأ بدي باشر بكبس الزيتون بواسطة البيضة او مثل ما بين قال كبسنة الزيتون مع البيضة كيف يعني عندي هيد البيضة مثل ما شايفين في كتير صبايا او سيدات ما بيعرفوا يملحوا مية الماي اللي بدنا نحطها بالزيتون البيضة هي راح تساعدنا كيف يعني البيضة راح تساعدنا البيضة بكل بساطة رح نحطها و رح نجيب خش الملح الادارة أو الملح الخشن وراح نحط الملح مباشرة فوق البيضة بكل بساطة رح نحط هلا مي صحة او مي مغلية مسبقا مغلية مسبقا وبما بردناها برد المي انا غلت الصبح مي وحطيتها على جنب وترك 3 برد وبعد ما بردت حطينا الملح وهلا ابدا نحط البيضة وما ننضيف المي اللي نحنا طبعا بواسطة الغليان تعقمت المي وبدنا هلا نحط فوق الملح هلا ليه نحنا حطينا البيضة نحنا حطينا البيضة لنقدر نعير الملح قدي لازم ينحط ملح خشن قدي او ملح ادارة قدي لازم ينحط طول ما الماي مش مشبع بالملح البيضة حتظلة تحت البيضة اذا حتظلة تحت تحت بكعر الجات فنحنا رح نحاول ندوب الملح واذا ما دي بالملح بطريقة سريعة منقدر نرجع نضيف ملح فوق انا هيك رح اعمل بس نضيف ملح بيتملح عندي المي كتير وبترتفع البيضة لفوق مجرد ما ترتفع البيضة لحالة ويبين طرف من البيضة هاك بهايدي الطريقة منعرف انه الماي تملحت ما بقى بده ملح لانه اوقات منشيل ملح ومنحط بالزيتون منشيل ملح وما منعرف نعاير يطلع عنا الزيتون كتير ملح ما بيتاكل او حتى بيطلع الزيتون بده ملح وكمل ما بيتاكل فهيدي انصب طريقة لتعرفوا الزيتون قداش بده ملح رح نحطهن هلا على جنب بهيدا الوقت انا رح باشر بكبس الزيتون بعد ما حليته وصارت رحت كل مرورة منه بالطريقة اللي انا علمتكن عليها كل ساعتين نشيل الماي ونكبه اكيد رح تنشال المرورة ومي سودى سودى رح تنزل من الزيتون كل المرورة رح تروح مجرد ما انه نضلنا نغير الماي يعني نشيل ما ينضيق المية المرورة المرورة ونكبه ونرميها هوني بلشنا نحط كل ما نحط شو انا بحب الزيتون كتير حار كل لا رح نحط شوية صغيري بيق بيق هيدا الخاص بكبس الزيتون متل ما شايفين طبعا في منهم بلاستيكيات بورتمانات كبيرة انا عندي هيدا ازاز وفضل انه طبعا الزيتون ينكبس ببرتمانات كبيرة ازاز عندي هيدا الحار في حر الطير بيجي كتير اكتر شي بيجي بالضياء حر الطير بيجي كتير صغير بس انا منه متوفر لقلي نحنا قاعدين هم بالمدينة لذلك انا رح استخدم هيدا الحار كمان هيدا الحار كتير حاد يعني كتير حار قوي بس ما رح حطه يعني كامل من دون قص انا رح قصه متل ما شفته رح نزله الى تحت ورح كتر منه لانه بحب الزيتون عائلتي بتحب الزيتون يكون في الحر يكون زيادة فيه طبعا هيدا الموضوع اختياري فيكن نتكتروا حار وفيكن طبعا نتقللوا اهم شي انه نعمل الحار بهيدي الطريقة حتى الحر الصغير اللي بيجي حر الطير مفروض كمان انه ينعمل بهيدي الطريقة نقصه بهيدا الشكل رح نشيل هلأ الزيتون ونحطه فيه كمان طريقة كتير مهمة لنحافظ على الزيتون يضله اخضر طول السنة هو مكبوز لانه فيه ناس بس يكبسوا الزيتون بيسود معهم الزيتون طريقة سهلة ان شاء الله اليوم رح اعلمكن عليها نحن بعد ما خلصنا بعد سيء اضافات بدنا نضيفها للزيتون ما تروحوا لبعيد لانه احنا بعد بكير يعني لحتى يخلص عنا كبس الزيتون رح نعمله بهيدا الشكل رح نرجع كمان نجيب الحر من جديد ونحطه فيه ناس بتحط الليمون او الحامض بطريق كتير بتحط لها شيء شيء ست حامضات بتقطعهم اذا كان عندهم البرطمان مثلي كتير يبير بتحطون هيدا شيء غلط والسبب انا هون عم بعمل الزيتون لمدة سنة لانه هيدول الزيتون رح يكفونا لمدة سنة لانه عائلة كتير صغيرة واذا كترنا كتير حامض او ليمون ممكن يقوطع يقوطع معنا الحامض يقوطع صاري بالكلمة يعني يدود وهيدا الموضوع طبعا انا ما بدي اياه لذلك ما رح كتر كتير من الليمون او الحامض انا غسلتها مع القشرة وجهزتها فقط رح حط حامض طيان وكمان رح ابطعهم بطريقة شوي صغيرة لانه انا بشوف كتير ناس بتكثر كتير حامض وهيدا الموضوع غلط طبعا الموضوع بعود لقلكن وكل ست عندها شاطرة يعني شاطرة ست البيت شاطرة بكل شي بتعمل ولكن فيه اوقات معلومات بتكون هي نقصة عندها مش غلط انه الانسان ياخد افكار من غيره ويتعلم ويسأل انا من الاشخاص بحب دايما اسأل واخد افكار من غيري لحتى طور من نفسي وطور من شغلي اللي انا بشتغله خاصة بشغل الموني والطعام والطبخ والاكل ودايما انا بقول هيك ودايما كل ما اتعلم اي شغلي بكون اللي الفخر ان اتعلمت فيها وبقوله لان انا اصلا ماني شاف بالعكس انا بحب اتعلم من اكبر الشفات عندي هون الحامضة او الليموني متل ما شايفين غسلت كتير منيح وهلأ عم قطعها وبدى يحطها لان انا شفت كتير ناس بيحطوا بقلب بيحطوا بيقطعوا بيحطوا فنحن ما بدوا يقطع معنا الليمون رح ندخله الى الداخل بهيدا الشكل ما شاء الله عفكة البرتمان كتير كبير بس دايما التصوير بيظلوم هلأ رح نحط كمان هون متل ما شايفين الحامض او الليمون متل ما شايفين طريقة سهلة كتير هي بس صعوبة الزيتون برس الزيتون وهيدي يعلمتكم هلأ عطريقة سهلة لرس الزيتون هلأ هلأ انا خلصت الحامض حطت حامضة صغيرة وحامضة كمان اصغر منها ما كترت اصلا ما هيبين عندي اني حطة حامض عندي هون البيضة متل ما شايفين انا زدت ملح خشن لحتى ارتفعت معي لانه اذا بدي امتر لحتى يدوب عند الملح كله بده ياخد وقت فلزلك انا زدت رجعت ملح وفارتفعت البيضة بطريقة سريعة تاشت البيضة على وجه الماء هلأ الملح عفوا الماء جاهزي لحتى تنزل بقلب فوق الزيتون حطينا المصفية لانا ما بدي الملح ينزل رح نشيل هلأ البيضة نحطها على جنب لانه بدي ارجع بعد شوي ارجع استخدمها من جديد لانه ما رح يتكفي عند الماء لانا هلأ حطيتها رح نشيل البيضة هلأ ونحطها على جنب ورح نحط الماء مباشرة فوق الزيتونات متل ما شايفين طريقة سهلة ولا احلى من هاك ولا اسهل من هاك وما رح ياخد بقى معنى وقت الزيتون لا لا حتى يحلى وبسرعة المرورة رح تروح منه وهيدا متل ما شايفين حطيتم هلأ من جديد رح ارجع حط ماء بقلب الجات عندي مع الملح وحط البيضة لحتى ترتفع مع البيضة بس هلأ رح حط فوقهم حامض الليمون او ملح الليمون في ناس بتقلي ملح الليمون شو ملح الليمون ملح الليمون رح يساعد حبة الزيتون التقسة والضلة التقسة والضلة خضرة بالاضافة لرش صغيرة من الشابة يلي هي من جيبها من عند بياع المون يمنقل له بدنا شابة خاصة للزيتون بيدل الزيتون عنا لو ضلوا سنة بيدل لونه اخضر اخضر كأنه مكبوس جديد وما بيتغير لونه بالمرة بالاضافة لملح الليمون كمان رح يشتد معنا اكتر ورح يعطي طعم كتير طيبي للزيتون بالاضافة للون الاخضر يلي هو كتير من الاشخاص بيقولوا شو هالزيتونات ماشاء الله خضر خضر كأنهم بعضهم معمولين جديد بيقولوا شو شاطرة هالست اللي عاملة هالزيتون بكل بساطة سر الزيتون الاخضر لطول السنة هو حامد الليمون او ملح الليمون رح نحطهم نحنا عنا طاشة البيضاء وهلا اصلا جاهزين الماء حطينا حامد الليمون كترنا شوي لانه اصلا بالمرحل الاولى نحنا ما حطينا حامد الليمون او ملح الليمون هني نفس الاسم رح نحرك متل ما شايفينه من جديد رح نرجع نشيل الماء ونحطهم بكل سهولة قد ما كانت عنا كمية الزيتون بهايدي الطريقة بيحلى عنا الزيتون وبيضل اخضر وقطيب زيتون بلدي ممكن تكلوا ما تنسولي لايك للفيديو لانه يستحق اللايك وبتمنى تعملولو مشاركة مع اصحابكم على الفيس وعالويتس لحتى يصل لأكبر عدد من الناس وكمان اذا كنتم من المتابعين الجدد ما تنسوا انكم تشتركوا الاشتراك كتير سهل نزلوا هلا اسفل الفيديو فيه كلمة اشتراك كبسوا عليا بهيد الطريقة بتكونوا اشتركتوا وصرتوا فرد من عائلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكم بتنوروني هلا بدنا نحط زيت الزيتون اذا منو متوفر عنكم زيت الزيتون بتحطوا زيت النباتة العادة لا لانه نحنا ما بدنا بدنا نحمل حاجب كتير مهم يلي هو رح يكون حاجب اه للزيتون مع الهواء بس نفتح يعني اه بس نفتح اه الغطى اه لازم يكون في حاجب يلي هو الزيت بالاضافة ايضا رح يعطينا طعم كتير طيبي ان شاء الله يارب الفيديو يكون حبيته وعجبكم وعجبكم طريقة كبس الزيتون اللي انا بعملها او رس الزيتون اللي انا بعملها على طول السنة اه انا بحبكم كتير ان شاء الله كل شي يكون عم قدم لكم ايه بحبكم انا بحبكم باي باي